أصنور وقصص حكمة وصدر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصدر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء لعلكم تذكرون في قصة نبي الله إسحاق عليه الصلاة والسلام لما ذكرنا أن الله عز وجل رزقه بولدين الأول سماه العيص وهو والد الروم والثاني جاء بعقبه وهو توأم سماه يعقوب عليه الصلاة والسلام أما العيص أبو الروم فمن ذريته جاء ولد اسمه أيوب عليه الصلاة والسلام فأيوب من ذرية إبراهيم كما ذكرنا أن كل الأنبياء بعد إبراهيم هم من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قصة أيوب قصة عظيمة كل منا إذا ذكر أيوب ذكر الصبر فالصبر وأيوب عليه الصلاة والسلام قرينان هذا النبي الذي ابتلاه الله عز وجل بالنعم وابتلاه الله عز وجل بالمصائب والابتلاءات ما أحد ولا يذكر في التاريخ عن أي إنسان ابتلي ببلائم إلا هو أيوب فاقه رزقه الله عز وجل نعما كثيرة المزارع والخيرات والثمرات التي كان يملكها أيوب عليه السلام يشهدها القاصي والداني فرزقه الله عز وجل مالا كثيرا وفيرا فالثمرات والخيرات والأشجار والزروع والخيرات كان يمتلكها أيوب فكان غنيا ورزقه الله عز وجل زوجة صالحة ليس هذا فقط بل كان عنده من الخدم ما عنده والناس تنظر إلى أيوب إلى أنه نبي غني ثري عنده الخير وعنده النبوة ورزقه الله أربعة عشر ولدا وبنتا انظروا إلى هذا الخير كله ماذا يريد الإنسان أكثر من هذا بلدة طيبة ورب غفور نبي من أنبياء الله زوجة وأولاد وبنات وخير ومزارع وضياع وخدم وكل هذا مع العمل الصالح الذي كان يمتثله أي نعمة كانت عند أيوب عليه الصلاة والسلام فجأة بدأ البلاء بهذا النبي في هذه الحلقة سوف نتكلم عن البلاء الذي مر به هذا النبي أي بلاء وماذا فعل أيوب عليه السلام مع هذا البلاء الذي ابتلي به بلاء عظيم نزل على هذا النبي ما نزل على أحد قبله بدأ البلاء بمرض دب في جسمه حتى أقعد على الفراش بدأ يفقد أولاده واحدا بعد الآخر خسر كل أمواله أين الضياع أين الثمار أين الأشجار أين الخيرات كلها قد احترقت واحدة بعد الأخرى سبحان ربي كيف يفقد الإنسان ماله فجأة وأولاده سرعة ولا يبقى له شيء من الدنيا حتى خدمه الذين كانوا يخدمونه فإنهم تركوه واحدا بعد الآخر تنى الله عز وجل هذا النبي فما قصة بلائه وكيف تعامل هذا النبي مع هذا البلاء العظيم الذي ابتلاه الله عز وجل به أيوب عليه الصلاة والسلام كان مهيئا لأنه نبي لمثل هذا البلاء كان مستعبدا ماذا سيحصل هو في قلبه يؤمن بأن الإيمان لا بد فيه من بلاء أحسب الإنسان أن يكون مؤمنا ولا يفتنه الرب عز وجل لا بد من الفتنة وإن كان الإنسان نبيا اشتد المرض بأيوب عليه السلام حتى أقعد الفراش لم يكن يتحرك شيء فيه إلا لسانه يذكر الله عز وجل به أي بلاء هذا كل فترة من الزمن يسمع عن موت أحد أبنائه الواحد منا لو مات ابن واحد له فإنه لا يطيق كيف لو مات ابن بعد الآخر ولد بعد الآخر إن الأمر الذي نخبر به نسمعه ونتأثر لكن لو عاش الإنسان هذه الحياة مريض طريح الفراشي كل يوم يأتيه خبر عن وفاة ابن من أبنائه حتى فني أبنائه جميعا أرب عشرة ولدا وبنتا لم يبق منهم أحد أما أمواله فقد فقدها جزءا بعد الآخر جزءا بعد الآخر ولم يبق له شيء من الدنيا إلا زوجته تخدمه إلا زوجته تأتي له بالطعام ليأكل ويشرب ولنذلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال فقد كل أمواله بعد أن كان غنيا لو كان الإنسان فقيرا بالأصل لحان الخطب لكن أن يكون غنيا عزيزا فيفقد كل شيء ولنذلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ليس فقط الأموال بل حتى الأولاد نفسا بعد أخرى ذهبت ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وكم سنة هو طريق الفراشي خسر كل ما يملك ثمانية عشرة سنة وهو على هذه الحال أي صبر صبره أيوب وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قال أيوب قالوا قالوا إنا لله فنحن وأولادنا وأموالنا وكل ما نملك لله عز وجل فلما الجزع إذن؟ أيوب عليه السلام ضرب أروع الأمثل بالصبر كان دائما يذكر الله عز وجل نعم العبد إنه أواب كان رجلا صابرا نبيا صابرا لم يكن يتأفف لم يكن يجزع أبدا زوجته كانت تخدم الناس وتقبض بعض دريهما فتشتري طعاما وتطعمه المرأة العزيزة المرأة التي كانت طوال حياتها معززة مكرمة غنية ثرية أولادها حولها الخدم والأموال والثراء الآن لا تملك شيئا الآن أجيرة عند الناس في يوم من الأيام جاءت هذه المرأة الصالحة التقية جاءت لأيوب عليه السلام قالت يا أيوب أنت نبي يستجب الله لك ادعو الله عز وجل فيشفيك فنظر إليها أيوب لم يكن يبالي أصلا بالمرض قال لها يا فلانا يا فلانا أرأيت كم سنة قبل مرضي كنت معافا قالت سبعين سنة لما أصبت بالمرض كان عمرك سبعين سنة قال أنعم الله علي بالعافية سبعين سنة أفلا يحق لي أن أصبر بالمرض سبعين سنة أخرى إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب أي صبر هذا الذي صبره أيوب عليه السلام حقا كما قيل إذا ذكر الصبر فلا يذكر إلا أيوب لقد أوتي من الصبر شيئا عظيما تقطع جسمه وهو على الفراش هجره الأحباب والأصحاب لم يبق عنده أحد من الناس خاف الناس أن ينقل المرض إليهم فلم يقترب منه أحد بل كان مرضه يجعل جسده أحيانا يتقطع فيتساقط اللحم وتخرج الرائحة والناس لم يقتربوا منه أبدا يا الله تخيل لو كان الإنسان مريضا على الفراش أسبوعا وإسبوعين لمل ثمانية عشرة سنة ويفقد كل أولاده وكل أمواله زوجته تذهب لتخدم الناس يوما من الأيام لتأتي بالطعام إلى أيوب عليه السلام لكنها تطرد من البيوت فهذا يطردها وهذا لا يشغلها وهذا يمنعها وهذا لا يريد أن يفتح لها الباب ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ وكيف تطعم الزوجة زوجها؟ وماذا سيأكل أيوب عليه السلام؟ ماذا ستفعل هذه المرأة الصالحة؟ في زمنهم كانت الضفائر تباع الشعر يباع فقصت ضفيرتها شعرها ثم باعت شعرها ببضع دريهمات باعت شعرها ببضع دريهمات ثم اشترت بالدريهمات طعاما وجاءت به إلى أيوب وأيوب كان يعلم أن الناس قد طردوها ومنعوها من العمل فقال لها أيوب عليه السلام يا فلانة ألم تخبريني أن الناس منعوك من العمل؟ قالت نعم يا نبي الله كل الطعام ثم أخبرك من الذي حدث قال لها لا والله لا آكل أخبريني من الذي حدث؟ أخبريني من الذي جرى؟ من أين جئت بالطعام؟ قالت كل يا نبي الله أنت جائع كل حتى لا تموت أنت مريض فقال لها لن آكل حتى تخبريني وكانت صادقة فقالت له إنني قصصت شعري وبعته وكشفت عن خمارها فرأى شعرها قد قصته لتبيعه لتأتي له بالطعام هنا بلغ الأمر مبلغه هنا بلغ أيوب عليه السلام قمة الصبر هنا دعا أيوب ربه فقال رب إني رب إني مسني الضر رب إني مسني الضر وأنت وأنت أرحم الراحمين حتى دعاءه لم يكن بإسلوب الشكوى لم يطلب طلبا مباشرا بل فقط قال ربي أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام صبر طوال هذه السنين لكن لما رأى ما حصر لزوجته هنا بث شكواه لله عز وجل هنا بث همه لله جل وعلا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه من منه يتصور هذا البلاء ليس يوما ولا يومين ولا ثلاث بل ولا سنة ولا سنتين ولا ثلاث ثمانية عشرة سنة على الفراش طريحا زوجته صارت خادمة للناس بعد أن كانت عزيزة كريمة بعد أن كانت تخدم صارت خادمة فقد كل أولاده أين هذا البيت أين هذا البيت الذي كان يمتلئ بالأولاد والبنات أين أولاده الذين كان ينتظرهم فيكبرون ليخدموه ويبروح ما الذي حدث لما خلي البيت كله أين أموالي أين خدمي لكن حقا وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن نا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم كل من صبر فإن الله عز وجل لابد أن ينجيح لكن البلاء عظيم لكن المحنة طالت لكنها ثمانية عشرة سنة وهو على الفراش أي بلاء هذا كيف صبر أيوب عليه السلام كل هذا الصبر كيف يفقد الإنسان أولاده واحدا بعد الآخر وكل أمواله ويصبح طريح الفراش ثم يحصل له ما حصل إنه أيوب عليه السلام وإنه الصبر الذي تمثله أيوب عليه الصلاة والسلام وكان لأيوب عليه السلام أخوان دخل عليه في بيته في يوم من الأيام وهو على الفراش طريحا اشتد بلاءه وزاد مرضه فلم يقترب منه لرائحة المرض قال أحدهما للآخر وأيوب عليه السلام يستمع إليهما لقد علم الله عز وجل من أيوب ذنبا عظيما فأنزل فيه هذا البلاء فسمعهما أيوب ويا ليته لم يسمع فتوجه إلى ربه عز وجل فقال اللهم اللهم إن كنت تعلم أنني لم أبت قط شبعانا وقد علمت عن جائع في الأرض فصدقني فصدقه الذي في السماء وهما يسمعان ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت بقميصين اثنين وأعلم عن عار في الأرض فصدقني فصدقه الذي في السماء اشتد البلاء اشتد البلاء بأيوب وهو يسمع من أقرب الناس إليه هذا الكلام رب إني مسني الضر رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يتوجه بقلبه إلى السماء والله عز وجل يصدقه والأخوان يسمعان أن الرب عز وجل يصدق من أيوب بكلامه لم يبت قط شبعان وهو يعلم عن جائع في الأرض لم يبت قط قد كساء نفسه بثوبين وهو يعلم عن عار لأنه أيوب عليه السلام يشتد البلاء به ويطول مرضه ثمان عشرة سنة وهو على هذه الحال ولا يلهج لسانه إلا بذكر الله عز وجل هكذا يشتد البلاء بأيوب عليه السلام وكان إذا أراد أن يقضي حاجته تعينه زوجته على قضاء حاجته وفي يوم من الأيام أراد قضاء حاجته فلم يجد زوجته استبقأها قال عليه المقام ازداد همه ضاق صدره فركه الأحباب حجره الأصحاب ثمانية عشرة سنة وهو على هذه الحال أي هم نزل بأيوب أي بلاء طال فيه ثمانية عشرة سنة وهو على هذه الحال لسانه لا يفتر عن ذكر الله عز وجل طريق الفراشي يدعو ربه عز وجل وأيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين تخيلوا كيف أن أيوب عليه السلام مع طول البلاء ومع شدة الهم وضيق الصدر مع هذا يقول أنت أرحم الراحمين يا رب لم يجزع أبدا ولم يمل ولم يكل إنه الهم الذي نزل بنبيه من الأنبياء في يوم من الأيام كان في بيته على فراشه الله عز وجل يوحي إلى أيوب يا أيوب بدأت ساعة الانفراج بدأت لحظة اللحظة التي تنتظرها طوال هذه السنين يا أيوب الآن الآن سيبدأ الفرج حرك رجليك حرك رجليك يا أيوب فإذا به يضرب برجليه الأرض يضرب برجليه الأرض وإذا الماء ينبع من تحت قدميه أركض برجلك هذا أركض برجلك هذا مغتسل بارد وإذا بأيوب عليه السلام وهو يضرب برجليه الأرض الماء بدأ ينبع الماء بدأ ينبع من تحت قدميه في بيته بدأ الماء يتكاثر الماء مبارك يا أيوب اغتسل من هذا الماء فإذا بأيوب يبدأ يغتسل من الماء فيزول مرضه تماما ثم يا أيوب اشرب من هذا الماء اشرب شيئا قليلا بدأ أيوب يشرب ويشرب ويشرب فلما اغتسل زال مرضه الخارجي ولما شرب زال كل ما به من أمراض اركض برجلك هذا مغتسل بارد هذا مغتسل بارد وشراب أيوب عليه السلام بدأ يشرب ويشرب من الماء وإذا المرض الذي قال به ثمانية عشرة سنة زال بلحظات يسيرة إنه الرب عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين بدأ الشفاء ينزل من ربنا عز وجل وبدأ أيوب يتحرك تعرفون ما الذي حصل أيوب عليه السلام أرجع الله عز وجل له صحته وعافيته بل وأرجعه إلى شبابه مرة أخرى عاد أيوب مرة أخرى إلى شبابه عاد بجماله عاد بقوته عاد بحيوية أيوب عليه السلام قام في مكانه قام من فوره يتحرك الله أكبر أيو بلاء زال من أيوب دخلت زوجته إليه في البيت تبحث في الفراش لم تجد زوجها أين زوجي؟ من أخذه؟ أين زوجي؟ ماذا حصل له؟ هل دخل حيوان يأكله؟ هل دخل نصوص خطفوه؟ ما الذي حدث؟ بدأت تبحث في الدار يمنة ويسرى أين زوجي؟ فوجدت شابا قويا جميلا وسيما يشبه أيوب عليه السلام فسألته يا فلان هل رأيت نبي الله المبتلى؟ فإنك والله أكثر الناس شبها به فضحك أيوب وقال يا فلان أنا أيوب أنا زوجك فقالت أتهزأ بي يا فلان؟ أتهزأ بي يا عبد الله؟ أسألك عن نبي الله المبتلى وتقول أنا؟ قال والله إنه أنا يا فلانة أنا أيوب؟ فرأت كأنه هو في أيام شبابه فبكت وهي فرحة قالت كيف حصل هذا؟ من رد عليك صحتك؟ من رد عليك عافيتك؟ قال إنه الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر ليس هذا فقط بل دعا الله عز وجل فرجعت زوجته العجوز أرجعها الله عز وجل مرة أخرى إلى شبابها وإلى جمالها وإلى عافيتها يا الله أي بلاء بدأ الآن ينفرج؟ أي مصيبة حلت بأيوب؟ صبر عليها فكافأه الرب عز وجل أرجعه إلى شبابه وعافيته وأرجع زوجته إلى شبابها وعافيتها ليس هذا فقط انظروا للفرج كيف يبدأ؟ رزقه الله عز وجل أولادا كأولاده وبناتا كبناته بأعيانهم وأوصافهم وأعدادهم مرة أخرى ليس هذا فقط حدائقه التي ضاعت وأمواله التي احترقت وخدمه الذين ذهبوا أرجعها الله عز وجل إليه مرة أخرى بل كان الذهب يتساقط عليه من السماء كالجراد فيجمعه أيوب عليه السلام فيقول الله له يا أيوب يا أيوب أنت تصنع هذا فيقول لا غنالي عن فضلك يا رب لا غنالي عن فضلك يا رب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به منظر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين بقي النذر الذي نذره أيوب بما نذر تذكرون لما قلنا لكم أنه نذر إذا شفاه الرب عز وجل أن يضرب زوجته بمئة عصى الآن جاء وقت الوفاء بالنذر ماذا ستفعل يا أيوب أوح الله إليه يا أيوب خذ بيدك مجموعة من العصي الصغيرة اجمع بيدك مئة من العصي والعدام الصغيرة واربطها واجمعها هذا هو الضغف فاضرب بها زوجتك ضربا خفيفا تكون قد وفيت بحلفك يا أيوب وخذ بيدك ضغفا فاضربه ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب إنه أيوب عليه السلام صبر فنجاه الرب عز وجل قال البلاء ثماني عشرة سنة تركه الناس اتهمه الأقربون والأحباب لكنه الفرج الذي قرنه الله مع الصبر لما صنع الله هذا لأيوب إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب هذا الصبر وهذه نتيجته هنا نطل صفحة من صفحات الأنبياء أيوب عليه السلام الذي جعله الله عز وجل قريدا للصبر الصبر نفتاح الفرج كلهم أجمعوا على السخرية بيونس كلهم كفروا بالله عز وجل أمهلكم الرب فقط ثلاثة أيام فصلوا الحيوانات عن أولادها في نينواء الكل يبكي بدأت الريح تشتد إن السفينة ستغرق بأهلها فإذا بحيتان تجوب البحر فخلع القميص ابتلعه الحوت سجدت لك في مكان لم يسجد لك أحد مثله ندم يونس هو طوال حياته لا يذكر إلا الله عز وجل ضعف جسده رق جلده كيف سينجو يونس عليه السلام قصاص نور وقصاص حكم وصبر أساميهم لنا غير وعطر نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد انتهي خير نشر يا سيرة خير يا كل الخير يا عز العز يا ديني لنا فيكم عبر وجمل قصاص تدمع لها عيني قصاص نور وقصاص قصاص نور وقصاص